نقارن حياتنا قبل عشر سنوات مع حياتنا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة أهلا وسهلا بكم مع الدرس الثامن عشر من دروس تعلم اللغة التركية للأجانب المستوى المتوسط الأول يابان جلال إشن تركشا إسطنبول كتابو بيبيل نحن الآن مع درس اليازمة والكنشمة الكتابة والمحادثة الثالث من الوحدة الأولى اليازمة موضوع الكتابة يقول لنا قبل عشر سنوات حياتمز نصلد كيف كانت حياتنا نلل يابيوردك ماذا كنا نفعل نلل ما هي الأمور يابيوردك كنا نعملها ما هي الأمور التي كنا نعملها شمدك حياتمز لك أشترارك شمدك حياتمز لك مع حياتنا المعاصرة مع حياتنا الحالية شمدك الحالي كاشلاشترارك عبر المقارنة يظلم لنكتب إذن نتكلم عن حياتنا قبل عشر سنوات ونقارنها مع حياتنا اليوم قبل عشر سنوات 2009 قبل عشر سنوات 2009 قبل عشر سنوات قبل عشر سنوات ونقارنها مع حياتنا اليوم وهكذا موضوع المحادثة يقول لنا قبل عشر سنوات 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 كيف أنضيتم أول يوم من حياتكم في إسطنبول؟ دائماً الذكريات الأولى لا تنسى قلب فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأولي اليوم الأول أي شيء التجربة الأولى تكون كأنها طويلة جداً إذا أردنا أن نتكلم عن أول يوم لنا في إسطنبول قد نتحدث عنه لساعات لكن إذا أردنا أن نتحدث عن كل حياتنا في إسطنبول من بعد اليوم الأول قد لا تأخذ هذا القدر من الكلام دائماً نستطيع أن نتحدث عن اليوم الأول بشكل تفصيلي لذلك سنتحدث هنا عن أول يوم لنا في إسطنبول كيف عشناه وماذا حدث فيه الجملة التالية يظلم لنكتب لنتحدث ولنكتب عن أول يوم لنا في إسطنبول كيف قضيناه وإذا لم نكن في إسطنبول في تركيا وإذا لم نكن في تركيا في المكان الذي ذهبنا إليه أول يوم ذهبنا فيه إلى مكان كذا كيف قضينا ذلك اليوم الجملة التالية إسطنبول دكي إلك قلال نزداء هل عشتم حدثا غريبا؟ هل وجدتم شيئا غريبا؟ هل حدث معكم شيئا غريبا؟ فأيامكم الأولى في إسطنبول الجملة التالية أنتظم لنتحدث عن هذا الجملة التالية لنحضر المسرحية لنكتب المسرحية نتحدث عن هذا الجملة المدهش الذي حدث معنا ثم أصدقائنا مع أصدقائنا لنحضر المسرحية لنكتب المسرحية ثم نمثلها مع أصدقائنا عن حدث غريب حدث معنا عندما أتينا إلى تركيا درس الكتابة والمحادثة انتهى لا تنسوا كتابة الموضوع وكتابة أيضا موضوع المحادثة والاهتمام به والدخول في التفاصيل بقدر الإمكان كلما كتبتم أكثر كلما أخطأتم أكثر كلما تعلمتم من أخطائكم أكثر كلما قلت أخطاؤكم في المستقبل أكثر نتمنى لكم دوام التوفيق ولا تدخلوا علينا بنصريحكم واختراحاتكم على العنوين الموجودة في مربع الوصف دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا